في قرار نهائي أصدرته الحكومة الإسرائيلية بالرد على الهجوم الصاروخي الإيراني اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع يواث غالانت الموعد والقرار لضرب إيران بالتنسيق مع الحلفاء بقيادة أمريكا القرار الذي جاء في نهاية جلستين مطولتين للمجلس الوزري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الحكومة الإسرائيلية وذلك بعدما أكدت تل أبيب أن إيران أطلقت 180 صاروخاً باليستياً تتبع بتأكيد إسرائيل الرد بقوة على جبهتي القتال إيران ولبنان عملياً يقول خبراء أن نتنياهو ألزم نفسه بتوجيه ضربة لإيران بأي ثمن ويريدها ضربة موجعة وخلال أيام قريبة تستدف منشآت نووية ونفطية ومباني اقتصادية واستراتيجية على حد قول مسؤولين إيرانيين ولأن إيران أعلنت أنها سترد على أي رد إسرائيلي بشكل مضاعف فقد لجأ نتنياهو إلى الحلفاء والولايات المتحدة بشكل خاص حتى تكون شريكة في اختيار الهدف وتولي مسؤولية الحوار مع طهران بشأن الحدود والسقف وفي ظل تضارب الروايتين الإيرانية والإسرائيلية حول فاعلية صواريخ إيران فأن قسماً منها سقط في مواقع مختلفة منها القاعدة الجوية نبطيم في الجنوب ومجمع عسكري شمالي تل أبيب وأحدها وقع قرب مطار بنغوريون في الليد لذا تلمس الإدارة الأمريكية بوضوح أن نتنياهو يقترب من خوض ضربات ضد إيران فيما يشير مراقبون إلى أن الطرفين يتدارسان خططاً عملية يهدف الأمريكيون فيها تحقيق بعض الأهداف الإسرائيلية ولكن بشكل يجعل إيران تعود إلى أسلوبها السابق الصبر الاستراتيجي ويجعلها لا ترى نفسها مجبرة على الرد اشتركوا في القناة